تكريسا لخيار تعزيز إعلام القرب وتطوير أدواته الفنية وتوزيع قاعدة متابعيه وتنويع قنوات توصيله وجعلها خليطا بين المسموع والمرأي والمكتوب حتى يصل كل بيت وكل حي الزين ترابي وضمن هذا التوجه الوطني الكبير تندرج هذه التعديثات الجديدة في المحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا في مدينة روسو بفتح مركز شديد للتكوين المهني للإذاعة المحلية يواكب جميع المستجدات ويؤهل الكوادر وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطغ باسم الحكومة رفقة والد ريرزا ومدير إذاعة موريتانيا أعطى إشارة انطلاق هذا المركز الجديد وما رافقه من عمليات ترميم وتوسعة للمحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا في روسو أيها الحضور الكريم مرافق المعززة الإذاعة الجهوية بروسو التي ندشن النشأة الأولى لبعضها والتأهيل والتعزيز والعصرنة لبعضها الآخر تشد عضوض عديد الإجراءات التي مكنت من تحسين وتوسيع مسموعية ومشاهدية الخدمة الإذاعية التي توفرها إذاعة موريتانيا فقد تم إنشاء العديد من الإذاعات اللامحورية المقاطعية معناها اللام مركز بالمقاطعات بباسكن مقامة كنقصة على سبيل المثال والمحطات الإذاعية المتخصصة إذاعة التعدين التقليدي بالشقات إذاعة التذقيف الصحي إذاعة شباب الساحل مثلا لا حصرا والعمل جاري من أجل تشييد وتجهيز وإطلاق محطات إذاعية أخرى مقاطعية ومتخصصة كما بدأت الإذاعة جهودا معتبرة أذمرت حصادا مقبولا في مجال عصرنة الإنتاج الإذاعي والاستفادة من الوسائط الرقمية متصاعدة التأثير على المستمعين والمشاهدين هذه التوسيع الجديدة لمهام وأدوار المحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا في روسو هي جزء من برنامج متكامل تعكف عليه مؤسسة الإذاعة لتطوير المخرج الإعلامي القادر على التأذير الإجابي في المتلقي وخلق الصدى لرسالة التنمية والتنوير والتثقيف الإذاعة التي ترمز الاستقلال رمزا جوهريا تحاول أن تعطي الموريتانيين صناعة إعلامية متعددة متعددة الوسائط تبث مرئية وسمعية وبصرية وتبث إنتاج منوع وبلغاتنا الوطنية المتعددة وحتى لغات الجوار ستسمعون في إذاعة كرم السين القادمة سيريري واللغات السنغالية المشابعة لأننا نهد بلا أن تكون في هذه الإذاعة ضابة قيمة وضابة لحوالي مليونين ونصف من البزوقة في السنغال كما تسمعون الآن تماشخت في إذاعة بزكن للذين آوتهم موريتانيا خلال أكثر من 15 سنة علاقة الإعلام بالتنمية ومفعوله في دفع نسقها وتطوير العقليات والتنوير هي ما حدث بعمدة بلدية روسو للإشادة بهذا الإنجاز وحسبنا أن نتمنى أن يتواصل أطاء المحطة وأن تحدث برامجها تقيرا في العقليات وإقبالا على العمل والمساهمة في بناء الوطن ضمن برنامج تعهداتي الذي أطلقه ويتابعه رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني الوفد الرسمي اطلع على مركز التكوين المهني المدشن واستمع إلى تباصيل شاملة عن مهامه وطبيعة عمله وإسهاماته المنتظرة في تحسين خبرات وكفاءات العاملين في إذاعة موريتانيا وضمان التكيف السريع مع المسجدات الحديثة في المجال الرقمي والفني كما تجول الوفد الرسمي داخل مختلف أجنحة المحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا في روسو وعين حجم الإصلاحات وجهود التحديث التي خضعت لها كل مرافقها المختلفة والسجوهات البث والمونتاج وغيرها من التجهيزات التي طالت جميع مكونات المحطة وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة أدى بعد ذلك زيارة طلاع لمكتب قناة الموريتانيا في مدينة روسو وتجول بين مختلف مكوناته واستمع إلى عرض عن أدواره ووظائفه في ولايتي ترارزة والبراكنة وجهوده في مواكبة سياسة الدولة في تقريب خدمة الإعلام من المواطن وجعله في قلب ما يجري في الوطن من مستجدات وقضايا هامة وعين الوفد التجهيزات الفنية المختلفة للمكتبة التي تؤمن النقل الحي والمباشر للأحداث من عين المكان بفضل وحدة إرسال متنقلة قادرة على ربط المشاهد بما يجري من مكان الحدث كما زار الوزير رفقة الوفد الرسمي مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء واستمع إلى عرض حول وظائف وأدوار المكتب في ولايتي ترارزة وجهود المواكبة اليومية للمستجدات التلموية وتابع الوفد عند مدخل المكتب معرضا للصور القديمة التي توثق لمحطات هامة من تاريخ البلد ما قبل وبعد الاستقلال كما عاين جانبا من جهود الوكالة الموريتانية للأنباء في التوثيق وضبط الأحداث الوطنية من خلال جناح للدوريات يختزل كما هاما من الأنشطة والأحداث الوطنية المتنوعة مبوبة ومصنفة حسب المواضيع والتخصصات موسيقى